ساعدنا عدة أمور يوفرنا إياها الويب أميكيشن اللي من خلال قلنا فوائد الويب أميكيشن راح نتصفحهم بالسلايدات القادمة قلنا فوائد الويب أميكيشن يعني يقول لك واحدة من الأمور اللي يوفرها هو سهولة الوصول من خلال شنو؟ من خلال إنه ما يحتاج المستخدم مجرد إنه يحتاج البراوزر اللي عنده لا يحتاج النصب تنسكي القادمة، لا يحتاج يسوى م hopes للفتشي معين مجرد المتصفح العادية اللي يستخدمها للإنترنت يستخدمها للإنترنت اللي يحتاجها إجتماعات لا يحتاج الكاك ¡ teenagers do not need to download and install separate file! عندما retirement TO use different web applications و � Es wirks there are instances when they have to download Help or application أكو عدنا فقط بعض الأحيان يصير يحتاج مرات فقط هالبر أبليكيشن نحتاج أو بلاجين موديولز مثل ادوبي فلاش جايفا مايكروسوفت سيلفر لايت ومثلات لأكسس أول أو بارت أفليكيشن نقول مرات نحتاج يعني بلاجين موديول مثلا هذا في حالات خاصة أو في برنامج معين من خلال البلاجين تكون متوفرة يقول هذا اللي هو الـ Ease Access Moreover because both applications and information are stored on the servers of the application providers and not on user computer users can access web application from almost anywhere as long as the computer they use has a web browser and internet connectivity يقول بعد شنو اللي بيه يقول بما أنه البرنامج مخزون على السيرفر بما يحتاج من من الـ user انه ينصبه على جهازه مجرد شي سوي مجرد انه بأي مكان هو موجود به مجرد انه عنده اكسس للانترنت وعنده وبراوزر راح يقدر شي سوي راح يقدر يوصل للبرنامج كحا تاندي سؤال عيني؟ كحا تاندي سؤال؟ لا دكتور ماترق لا أتحدان المشاركة انه يشاركون ببياناتهم يتعاونون ببياناتهم على فد انجاز شيء معين مثل من انه مثلا جوجل دوكس يخلي الدوكيمنت ماته على الجوجل دوكس ويبدون يتناقشون عليها وإلى آخره أو من خلال الزوهو أيضا اللي هو يطينه نفس ترتيب الجوجل دوكس طبعا أنتوا تدرون بيانا بالنسبة لي عندي وجهة نظر عن حول موضوع استخدام هذه البرامج المجانية اللي هي بيها كثير من الأمور اللي تنتهك خصوصية المستخدم وإلى آخره من الأمور الأخرى اللي احنا في غنى عن ذكرها بهذه المحاطرة سهولة بالتطبيق يعني شنو ويقول الحلو بموضوع الويب أبليكيشن أنه نقدر أنه نطور عليه نحدثه نديمه بدون ما شنو ما المستخدم يسوي انستول وري انستول شوف حضرتك قد تستخدم برامج لما تستخدم هذا البرنامج على ساعة يقول لك يقول لك أكو أبديت أحذف هذا ونصب النسخة الجديدة أكو مشكلة بهذا الأصدار بالويب أبليكيشن ما كو يتشيب ما نسأل اليوزر نقول لك احنا عدنا احنا حدثنا احنا كذا موضوع هو مباشرة هو قدام تصير الواجهة اللي هي الابتو ديت أو الآخر تحديث اللي سويته A related advantage of web application is that they can perform as specified regardless of the operating system on the computer بعد لتلاحظ البرنامج سمرة تنزل البرنامج ما منتبه له يقول لك هذا البرنامج تنزلته 32 bit للوندو تلوندو ما تك 64 bit لو نزلته يقول لك لا هذا ما لينكس ما لوبنتو مو ما لوندو اوكي او هذا للماك فالapplications كل application يصير لازم dedicated او يشتغل compatible ويامن ويال platform ويال operating system platform فلازم يوافق ال operating system بينما بال web application ما عدنا هذا الشي وارح طلاب they can be built once and deployed to almost any user rather than creating separate version of application for microsoft windows macintosh osx gnu linux and other operating systems اللي هو نفس اللي احنا حتشينا عقر قليل trained user based there will be growth and wide spread adoption from 16 million user in december 1995 to almost 1.5 billion users in june 2008 هذا عدد المستخدمين للانترنت من 16 مليون الى 1.5 billion تلاهظ طبعا على مستوى العالم بال2018 او على مستوى الوطن العربي تلاهظ عدد الـ users جقد للانترنت البحرين تعدادهم مليون وخمسمية وكذا تعداد مالتهم مليون وخمسمية وستوى وستوى الاف الانترنت usage جقد عدد مليون وخمسمية وخمسة وثلاثين هذا هنا تلاهظ بالعراق احنا عدنا تسعة وثلاثين مليون حاليا او مو حاليا بالالفين وثمن عدنا تسعة عشر مليون طبعا سبا عشر مليون من عدهم شنو هم فيسبوك يوزر او كي فاذا تشوف يعني البيانات مالت نوين تروح او استخدام نوين يصير المهم ترقدون تروحون على هذا الموقع رح يطيكم حصائيات جديدة لسنة الفين و و و يقول بسبب هذا الازدياد للعدد الاليوزر اللي يستخدمون الانترنت الناس ادنى اللي هو يستخدم هذي الخدمة او يستخدم يتصفح المواقع الانترنت رح تكون عنده شنو رح تكون عنده هذه الامكانية انه هو يعرف شون يستخدم المتصفح اوكي بما انه هذا العدد الهائل من الناس اللي يستخدم الانترنت الانترنت فالواب لا يحتاج تنصيب مشاكل التواصل وطريقة الاستخدام تكون اقل من الامترنت الاخرى الانترنت مجانا او مجانا او شي يصير عدنا او يصير عدنا يكون بيها شيء يعني تجريبي مجاني نقدر نستخدم يقول مع ذلك تصميم الواجهات الخاصة بالويب امبليكيشن نوعا ما صعب يقول يعني يكون شون تخلي الطريقة الانتراكشن التفاعل ويا الابليكيشن اللي انت حضرتك سويته يكون يوزابل يقدر استخدمة armania related to the underlying loosely coupled web architecture a limited set of interactive controls natively support in web browser and lack of design guidance as how user interact should be implemented اقول هذا شيء هو بسبب شن و بسبب web architecture و limited set of interactive controls اللي الويب يستخدمها طبعا هنا يتكلم عن web version 4 بال web او اعفو HTML version 4 HTML version 5 كثير من هذا الامور اللي هو يتكلم عن هنا تم تجاوز ها loosely coupled web architecture an important challenge faced by web application designer is caused by loosely coupled or stateless اللي هو شنو stateless مني يذكرني بي مني اللي يذكرني بي stateless شنو ما صاير النسانة اقل ها طلاب stateless قحد يعرفها اللي حتشينا عنها الويب اللي هو موضوع انه ما يبقى persistent connection الconnection اللي بي كون هو عبارة عن دكتور عفو مني ساوي مني ساوي ركوة الاشدية تي ما يبقى connection يعرف على الرسائم يفصل يعني استوفى للسؤال ها فما يبقى عندي اتصال ما كو برسست الكنيكشن الكنيكشن ماتي هو stateless أو يسمي هو loosely coupled زين users request webpages with webbrowser and the server responds by sending the request pages to the webbrowser or information user if there is there are problem retrieving من اذا اكو مشكلة بسترجاع هذه الصفحة او البيانات راح افقد انه الامكانية انه تظهر لهذه البيانات البيانات once user requested request is satisfied by the web server by sending the web page to the browser the connection between the web server and the browser is severe راح ينتهي يعني بس مجرد انه سلمني الصفحة استلمها المتصفح ماتي راح ينتهي عندي هذا ال ال connection when a user makes subsequent request اذا ال user سوى يعني طلبات متتابعة the connection is established again with the server until the new web page is reloaded فرح يصير عندي ال اتصال مع السيرفر الى ان الصفحات ماتي يتم تأحميلها in the user browser بعد شنو عندي المشاكل او العيوب اللي موجودة بي limited set of controls or widgets to support application design قلنا in the current version of html اللي هو دي نحجي عن version 4 native support for controls is limited to text boxes radio buttons check boxes okay بعد 10 دقائق على هذا الزوم فشوية نسرأ فعدنا اكو controls معينة اللي هي تحدد من بعض الامور اللي احنا نستخدمها بالhtml4 طبعا كل هاي الفيترز سبق وان اشرنا انه هذا دي تكلم هنان عن version 4 ليش احنا خلينا version 4 ما حيش عن version 5 اهن انا ننطف فد limitation دا اشوف انه version 4 شنو المشاكل اللي شانت في فلما ننتقل version 5 راح نشوف كثير من الامور كثير من هذه المشاكل اللي كانت موجودة اصلا في version 4 تم تخطيها بالhtml5 5 5 5 inconsistent interaction approach both underlying technologies architecture of web and the limited set of controls available make it difficult to create interaction for web application collaborate to desktop application because most web application are designed to be browser agnostic interaction and appearance cannot be simulated to match all operating systems okay الweb application بسبب انه هو مستخدم انه يعني مصمم حتى يكون على المتصفح فما نقدر نقارنه او ما نقدر نشوفه بنفس الطريقة اللي نشوفه على كل الانظمة التجريل for example tabs in macintosh os aqua interface are visually quite different than the tabs in windows vista interface بهذا الشكل يعني شوف هذا مثلا الخصائص ما الصفحة هي نفسها لما افتحها بالمتصفح او افتحها بنظام التشغيل windows غير ما افتحها بالماك اوكي فتختلف tabs تختلف الى اخره فهي ايضا من الامور اللي تختلف عندي من نظام تشغيل الى نظام تشغيل اخر website web page there is a big difference between a web page and a website website الweb site is more than just a group of web pages that happen to be connected to each other through hypertext links website الweb site هو عبارة عن اكثر من مجموعة من الصفحات مو بس هي صفحات خالها انت اوكي 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 بي كومبلكس اكثر بي تفاصيل اكثر اوكي اوكي definition of web application اللي هو شنو اوكي 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 يعني احنا ادنا نقدر نتصاعد مننا احنا ادنا الweb page اللي هي صفحة انترنت بفد معلومة معينة صفحة معينة ادنا الweb site اللي هو يكون اكثر 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 بي يعني بي متى منقول بي طريقة البناءة بي معلومات منظمة بطريقة معينة اوكي فيكون اكثر ان هو عبارة عن ووب بيج بسيطة اوكي بي هدف هدف معين حتى أسوي هذا الweb site حتى الناس تتصفح وتصل الى معلومة معينة وتصل الى بكيان الوеб aplication يقول هو اعلى بعد من الويب سايت إنه كانت سفراء ممتع prototyجية سطح تعريفة على ممتع الممتع تستخدم الوib browser كمه استخدام الخامج حسنا تكون عمل إستخدام الانتراكتب من تنبتع يمتعًا مع السفر على الأنطاراة مع الانترنت أو إنترانيت قلنا ليس إلا برنامج لا يكون موجود على الإنترنت ما الذي تحتاجه السفر؟ تحتاجه في شبكة داخلية إنترانيت ويقول الويب أبليكيشن شي سوي يوفر لي بيانات ديناميكية يعني متغيرة مخصصة بناء على شنو بناء على رغبة أو متطلبات المستخدم حسب الشخص يعني هسا أنت تدخل إلى مكان معين تدخل إلى موقع معين تطلب بيانات خاصة أو تحدد أمور معينة ستظهر لك غير النتائج اللي زميلك اللي راح يختار ويطلبه الطلب يسوي هذا الريكوست من السيرفر بعد تراقب شنو؟ تراقب سلوك المستخدم وبعد أند سيكوريتي كونسدريشن وأكو أمور إلها علاقة بأمنية البيانات أكو أحد عنده سؤال عيني محاضرتنا انتهت إن شاء الله اليوم إذا أحد عنده سؤال طبعا محاضرتكم موجودة على انتبهتوا لها أو لا معرف موجودة على على المودل تقدرون تنزلوها أكو أحد عنده إشكال بدخوله للمودل طلاب